بسم الله الرحمن الرحيم التوجهات الدينية من العتبتين المقدستين قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الصلاة هجرة روحية يطوي الإنسان المؤمن فيها فواصل البعد بينه وبين الله تعالى ويكون في موارد القرب الإلهي وتتسع أمامه آفاق العظمة والقدرة الإلهية معلنا عن تصاغره وعبوديته وفقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه وتتابع رحمته وإفاظاته فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض وحفت به الملائكة وناداه ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة من فتل أي من صرف عنها وعن معاوية ابن أبي وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو فقال ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نجوا أنفسكم وعملوا وخير أعمالكم الصلاة وفقنا الله وإياكم للعبادة والطاعة وإقام الصلاة والمداومة عليها وفضل الصلاة على محمد وآل محمد وفقنا الله وإياكم للعبادة والطاعة وإقامة الصلاة والمداومة عليها بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القرى شكرا